ونيجي لخلطة المحشي لأن لها كذا طريقة خلطة المحشي يا جماعة أول حاجة الرز ما بيتخزنش يعني خلطة المحشي لحد كده حتتخزن معنا أهي كده ونجيب لها الزيت والمحي والفلفل عشان تبقى المقادير لو حدا حيصورها يعني جنب بعض أهي دول كده مقادير خلطة المحشي اللي حتتشال في الفريزر أطلعها أفكها وقوم بنزل عليها الرز المصري مغسول ومنقوع ومتصفي وابتدي اشتغل في المحشي لو شلت الرز مع الخلطة لما يطلع بيتفتت ما بيبقاش حلو خالص طيب أشيلها كده يا أميرة نيف ناي ولا أشيلها مت بنقول إيه متخدعة على النار يعني واخدى النار برحتكو اللي اتنين تمام بس أنا في التخزين بميل أكتر للخلطة المحشي المتخدعة على النار مع أني ما بيجي أعمل محشي في الأيام العادية مش متخزن الخلطة بتاعته بعمله نيف نيه وبحبه أكتر طيب ليه؟ لأن البصل والخضرة لما بيتشالوا في الفريزر وهم نيين لما بيجوا يطلعوا بيبقوا مغيرين لونهم وطعمهم ورحتهم أما لما بيتخدعوا لأ فعشان كده أنا أحب أعملها متخدعوا أكتر لو حتتشال في الفريز يبقى هنعمل إيه؟ أهو معلقة زيت كبيرة وخلوا بالكو إن إحنا يا دوبك بنشممها النار مش بنعق مش بن يعني اسمها إيه؟ اسمها إيه يا أولاد مش بنسبكها معلقة زيت بصل على نار هادية زي ما أنتم سمعين كده والبصل ده حياخد كل التوابل نعنع ناشف سبع بهارات ملح وفلفل مع الزيت والبصل وأقلب وزي ما قلت يا دوبك أنا بشممها النار عشان أتخلص من الريحة والطعم واللون اللي هيغيروا في الفريزر مش بسبكها وأقوم منزلة عليها الطماطم المبشورة بدون القشر بتاعها صلصة الطماطم وأقلب وبعدين أقوم منزلة الخضرة بقدونس شبت كسبرة تقليبة واحدة كمان والموضوع خلص على كده حشلها في الفريزر أطلعها تفك على النار أو في المايكروويف أو على التربيزة كده وبعدين أقوم مدياها الرز وبتدي أحشي على طول المحشي دي أسلم طريقة أهو شوفوا إحنا لا سبكناها ولا خلينا لون الخضرة بتاعها يموت ويبقى أسود بس إحنا دبلناها شوية علشان لما تتشالف الفريزر ما تطلعش ريحة وطعم مش حلوين وأرفع خلطة المحشي واسبها تهدى علشان أبتدي برضو أحطها في الكيس وحط الكيس جوة طبق الفوم علشان أشيلها في الفريزر اشتركوا في القناة